السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. اه لو صمحت يا شيخ عندي سؤال اه بخصوص اه عملي. عندي سؤال بخصوص عملي. انا اعمل اه مراكب محتوى في موقع اه مثل اليوتيوب. اه من ضمن سياسات الموقع يعني ان في اه اشياء اه ممكن اسمح بيها وهي اشياء يعني محرمة. زي مسلا اه اه النساء مسلا يكونوا في اه زي اه شرع يعني يعني او كده. قعد قعد. انا اعمل مراكب محتوى في موقع مثل اليوتيوب موقع اه تواصل اجتماعي. الشغل افتاعي بيكون في كزا حاجة. يعني مثلا الموقع في اخبار في رياضة في كزا في كزا حاجة. فانا بامشي على سياسة معينة للموقع بحيس ان انا امنع المحتوى المحتوى اللي بنشره الناس. فمن ضمن سياسات المحتوى ان انا اه يعني مسموح بالبكيني مسلا مسموح با اه ان النساء يخرجوا با ملابس اه شبه عارية. فده بيبقى مختلط يعني من جزء من جزء شغلي ان انا بسمح بالحاجات دي. انت راضي انا عن نفسك تشوف الحاجات دي. انا مش راضي طبعا عن نفسي ان انا اعمل اه بس انا في يعني في حاجات انا بعملها ممكن اه ما تتمشاش مع سياسة الموقع يعني في حاجات بعملها بمزاجي. اوه اي شيء تعمل مزاجة. اوه بتعشرف النية من شغلي يعني هو بنسبة شغلي كله مسلا عنصرية مسلا. اي شيء تعمل مزاجة تنزل حلال? ولا ستسأل عن يوم الدين. يعني الشغل دي اعتبر ماله حلال ولا غير حلال. لا انت بتقول لي انت بتنشر اشياء قبيحة. انا انا مش بنشر وانا انا مراقب محتوى زي 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 مثلا. انت مراقب محتوى والمحتوى في اشياء لا ترضي لا ترضي ربنا. ايه رأيك انت? طبعا انا مش راضي عشان كده بس. خلاص خلاص. الله يبركي.